السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم يا أحبائي طلاب الصف الثالث في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان الإضافة الجزء الثاني يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يوظف المضاف إليه في جمال صحيحة من إنشائه توظيفا صحيحا درسنا في مصدر التعلم صفحة 105 في البداية لنتذكر ما درسناه في الحصة الماضية لننظر في هذه الجملة صوت الأذان جميل هل عرفت أي صوت؟ أجل إنه صوت الأذان هنا أضفنا كلمة الأذان لصوت فأصبحت كلمة صوت معرفة بالإضافة حسنا أين المضاف إليه هنا؟ أحسنتم المضاف إليه كلمة الأذان أما كلمة صوت التي أضفنا لها كلمة الأذان فهي المضاف يترى ما نوع هذه الإضافة الأذان؟ ما نوعها من الإضافة؟ أحسنتم معرفة بأل التعريف انظر معي عزيز الطالب إلى هذه الجملة غرفة خالد مرتبة ونظيفة هل عرفت صاحب الغرفة؟ نعم صاحب الغرفة هو خالد هنا أضفنا كلمة خالد إلى كلمة غرفة فأصبحت كلمة غرفة معرفة بالإضافة إذن أين المضاف إليه في هذه الجملة؟ أحسنتم المضاف إليه كلمة خالد أضفنا كلمة خالد لكلمة غرفة إذن أين المضاف؟ أجل المضاف وكلمة غرفة يا ترى ما نوع هذه الإضافة؟ ما نوعها؟ ما نوع خالد من الإضافة؟ أحسنت نوعها علم لأن خالد عبارة عن اسم إنسان والآن يا أحبائي نريد أن نعبر عن هذه الصورة بجمل تحوي مضافا إليه ماذا نرى في الصورة؟ أجل هذه شجرة برتقال يجب أن تأكلوا البرتقال دائما لأنه مفيد لصحتكم والآن لنعبر بجمل أحسنتم أوراق الشجرة لونها أخضر هنا أضفنا كلمة الشجرة إلى كلمة أوراق فأصفحت كلمة أوراق معرفة بالإضافة جملة أخرى أجل زرع أبي شجرة البرتقال هنا هل عرفت أي شجرة؟ نعم شجرة البرتقال أضفنا البرتقال إلى شجرة فأصبحت شجرة محرفة بالإضافة وهنا زرعنا شجرة في بيت سالم هل عرفت في بيت من؟ نعم في بيت سالم أضفنا كلمة سالم إلى بيت لنعرف صاحب البيت يترى ما نوع هذه الإضافة؟ هل هي معرفة بأل؟ أم ضمير؟ أم علم؟ أجل علم لأن سالم عبارة عن اسم إنسان انظروا معي يا أحبائي إلى هذه الكلمة المكتبة هذه الكلمة معرفة بأل التعريف ونحن نريد أن نحولها من معرفة بأل التعريف إلى معرفة بالإضافة يعني نريد أن نضيف لها كلمة هيا بنا نفكر ماذا نرى في الصورة؟ أجل مكتبة المدرسة هنا أضفنا لكلمة المكتبة كلمة أخرى لكن ماذا فعلنا بعد أن أضفنا الكلمة؟ حذفنا أل التعريف لأننا الآن لا نريدها معرفة بأل التعريف نريدها معرفة بالإضافة أضفنا لها كلمة أخرى معرفة فأصبحت معرفة بالإضافة حسنا هيا بنا نضع هذا التعبير الإضافي في جملة مفيدة أجل زرت مكتبة المدرسة صباحا أحسنتم والآن إلى هذه الكلمة كلمة الجنود الجنود معرفة بالتعريف نريد أن نجعلها معرفة بالإضافة هيا بنا ننظر في الصورة أحسنتم جنود الوطني هنا أضفنا لكلمة جنود كلمة أخرى محرفة فأصبحت معرفة بالإضافة حذفنا أل التعريف لا نريدها معرفة بأل التعريف وإنما بالإضافة هيا بنا نضع هذا التركيب في جملة مفيدة أحسنتم أحسنتم يحرس جنود الوطن الحدود وفي مصدر التعلم صفحة 106 السؤال الثاني أحول الاسم من معرف بأل إلى معرف بالإضافة كما في المثال تقع المدينة على ساحل البحر هنا كلمة المدينة نريد أن نحولها من معرفة بأل إلى معرفة بالإضافة هيا بنا تقع مدينة الوكرة على ساحل البحر هنا مدينة الوكرة أضفنا كلمة الوكرة إلى كلمة مدينة فأصبحت معرفة بالإضافة وحذفنا التعريف الجملة الثانية أغلقت الأم نافذة كلمة النافذة نريد أن نحولها إلى معرفة بالإضافة أجل أغلقت الأم نافذة السيارة أضفنا كلمة السيارة إلى كلمة نافذة وحذفنا للتعريف هل لديك كلمات أخرى غير السيارة؟ أجل نافذة الغرفة نافذة البيت أنا متأكدة أنه لديك كلمات أخرى أيضا هنا أنشأت الدولة المطارة المطارة نريد أن نحولها إلى معرفة بالإضافة أحسنت أنشأت الدولة مطار الدوحة هل لديك كلمة أخرى؟ أجل أجل مطار حمد أيضا أنا متأكدة أنه لديك كلمات أخرى يمكن أن تضيفها غير الدوحة وغير حمد وفي الجملة الأخيرة سلم الرجل على البائع هل تستطيع أن تحول كلمة البائع من معرفة بأل إلى معرفة بالإضافة؟ أجل أنا متأكدة أنك تستطيع هيا بنا إلى مصدر التعلم هل يوجد فيها مضاف إليه؟ أجل أحسنتم هنا عرفنا أي مدينة وهي مدينة القدس أضفنا كلمة القدس إلى كلمة مدينة فأصبحت مدينة معرفة بالإضافة والآن عزيز الطالب أجب عن باقي السؤال بمفردك وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا إلى اللقاء في درس آخر بإذن الله